آخر عشر سنين في حياتي وبفضل التفاح الأخضر كان عندي عيلة تانية في لبنان كان كل شغلي بين مصر ولبنان تقريباً وكان عندي مش بس فريق عمل لبناني كانوا أصدقاء وعيلة ناكل ونشرب ونشتغل ونحلم مع بعض كل يوم وأكيد اللي حصل في لبنان أثر علينا كلنا بنتفرج على الفيديوهات مئات المرات وفي كل مرة ما منقدرش نمنع الدمعة منها تنزل من عنا ولو هنتكلم عن لبنانيين فما فيش حد فيهم من أزاش أوعوا تصدقوا اللي كلمتوهم تتطمنوا عليهم وقال لكم اتطمنوا ما تعتلوا هم ما صر لي شيء أنا منيح ما نصبت كل لبناني انصاب ولو مش بجرح من بره كده نقدر نشوفه ونعرف إزاي نطببه ففي جرح أعمق بكتير جداً من جواهم ممكن يقعد أشهر وسنين ينزف بدون أي حد ياخد باله أو يمد إيده ليهم عشان يطببه وأنا بتكلم هنا عن الجرح النفسي والمعنوي وعشان كده حبيت أقدم مبادرة صغيرة جداً جداً يمكن تساعد أطفال وشباب لبنان اتصلت بكتير جداً من الأطباء والمختصين النفسيين اللي يمكن اشتغلت معاهم عبر السنين أو حتى في غيرهم ما اشتغلتش معاهم ولكن كلهم اتحمسوا جداً إن هم يتطوعوا معايا ويحاولوا إن هم يقدموا الإرشاد والنصح وكمان العلاج لأطفال وشباب لبنان اللي تأزوا نفسياً من وراء الأزمة اللي حصلت فأرجوكم أرجوكم لو عندكم طفلة أو شابة في البيت وحسين إنه فعلاً حالته النفسية تأثرت ومش عارفين تتعاملوا معايز زي اتوصلوا معانا على الماسنجر بتاع الفيسبوك والإنستجرام بتاعي شوها أحلى وإحنا حنوصلكم بالمختصين اللي حيساعد ولادكم بدون أي مقابل ولازم تعرفوا إنه اضطراب ما بعد الصدمة أو البوست روماتيك سترس ديس أوردر هو اضطراب نفسي خطير كداً ممكن يحصل بعد أي كوارث طبيعية أو حروب زي الانفجار اللي حصل أو فقدان حد عزيز علينا بشكل مفاجئ ولازم كمان أخذ بالنا إنه سواء مع صغيرين أو الكبار ممكن الموضوع ده ما يبانش علينا على طول يبان بعد فترة بعد عدة أسابيع أو شهور فلازم ترقبوا أولادكم ولو حسيتوا إنه أولادكم بيعانوا فعلاً من الأعراض اللي حقلكم عليها دلوقتي حالاً أرجوكم تواصلوا معانا على طول عشان نقدر نحميهم من المخاطر اللي ممكن يوصلوا لها لو الاضطراب ده ما تعالكش زي الاكتئاب المزمن إدمان المخدرات والكحليات والتفكير في الانتحار أو تنفيذ الانتحار الأعراض اللي ممكن ننتبه لها في أولادنا الزغيرين التراجع من حاجات لسه متعلمينها جديد أو مراحل تخطوها زي التبول الليلي إنهم يناموا أو يكلوا لوحدهم التمسك المبالغ فيه بالأهل البكاء والخوف من حاجات ما كانتش بتهيئهم قبل كده وصعوبة في النوم وطبعاً الكوابيس المتكررة أما الولاد في سن المرقة فممكن نلاحظ عليهم إما العلامات المعروفة زي الاكتئاب والحزن والتوتر والألأ وردات الفعل العنيفة أو الردات الجسدية أو البكاء المتكرر كل ما يفتكروا الحادثة وطبعاً فقدان الشهية بس عايز الأهل كمان ياخدوا بالهم من بعض الأعراض اللي مش واضحة أوي ولكنها بتدل إنه فيه فعلاً مشكلة نفسية عميقة العزلة الاجتماعية النشاط الزائد المخطرة المفرطة العدوانية اللامبالاة في القيام بالمهام اليومية أو النظافة الشخصية قلة القدرة على التركيز عدم تأدير الزائد استخدام المواد المخدرة والمواد الكحولية وكمان الأفكار الانتحارية فبترجاكم مرة تانية لو لحظتوا الأعراض دي على أطفالكم تواصلوا معانا مباشرة على المسنجر بتاع الانستجرام أو الفيسبوك بتاعي شوها أحلى وحنوصلكم بالأطباء والمختصين الأقرب للمكان اللي انتوا فيه واللي مختصين في حالات أولادكم وبأكد عليكم أنه كل العلاج حيكون مجاناً بس تواصلوا معاناً وفي مبادرات نفسية كتيرة جداً كمان بتساعد الكبار فلو أنتوا حسيتوا بأي حاجة في نفسيتكم أنتوا مش مظبوطة أرجوكم توجه لها زي مثلاً بيروت تروما هيلينج سابورت موجودة وممكن تلاقوها على الفيسبوك وتتصلوا بيها مباشرة وحتساعدكم ولو قفنا مع بعض أكيد لبنان حيقدر يخرج من المحنة دي ويكون الأقوى والأجمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر